وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ربنا يعتق رقابنا من النار ويكون شهر نخرج من الشهر يعني بكبر المكاسب لنا تمام بسم الله محضورة النهاردة هتتكلم عن جزئين عن التعبين وعن العقارب التعبين والعقارب أول حاجة هتكلم دلوقتي عن التعبين إحنا نعرف إن إحنا عندنا آلاف آلاف الأنواع من التعبين تمام بس المئات منها السامة يعني مش أي تعبان يعضك يبقى هو كده سام وانت كده تسممت لا إحنا عندنا آلاف التعبين منها بس المئات السامة تمام أهم نوعين سامين لازم نعرفهم الفايبريدة والإلابدة تمام فيبريدة والإلابدة نعرفهم قويس تمام بعد كده هنعرف تكوين الفينوم اللي هو سم التعبين الفينوم اسمه فينوم تمام هيتكون من جزئين إنزيماتيك ونان إنزيماتيك إنزيماتيك ده علشان الإنزيم بيكسر ده مش عشان يقدر يدخل جوه يعمل سمية بقى إيه سيستمك تمام إنزيماتيك بعد ده هو خلاص جوه دخل دخل السيستم جوه بقى وبيحاول يكسر فيه تمام ده بعد آآ آآ كده دخل الجسم إيه الأعراض اللي هتظهر عليه تمام تمام نعين سمين اللي هو الفايبريدة والإلابدة فايبريدة والإلابدة نعرف إن الفايبريدة أهم حاجة بفايبريدة هنسكمها في كده إن هي فاسكولوروتوكسيك فاسكولورو دوكسيك يعني أكتر حاجة بتعملها إيه آآ هيموريج آآ هيموريج تمام بتأثر على البلد آآ فينان إنزيماتيك بورشان بتاع ال a... بتاع البلد آآ الفينو. نسيت أقولك إن ه هيدخل على الدب أو هيدخل علي النيرو توكسيك أو هيองلي قرديو توكسيك تمام بالفايبريدة هي يعمل التلاته دول بس اكتر حاجة عندها آآ هيماتو توكسيك على الدم يعني يبقى الفايبريدة اكتر حاجة هيماتو توكسيك هيماتو توكسيك تمام ده اسم السم بتاعه الاسم هو كourtلايين كورتلايين تمام вс suisبريدة ان هو فاسكولوتوكسيك آآ والاسم بتاعه كورتلايين الباكتر حاجة نيورو توكسيك منفرق الباكتر عن الباكتر إزاي؟ ان الباكتر عندها اللونج إراكتايل فانج الي هو الأنياب بتاعتها طويلة الباكتر شيم تافل معلومات ناقرأها أهم حاجة ان الباكتر فاسكولو توكسيك أما الباكتر نيورو توكسيك هم مفروض السمي بيكون في ضغطي هنا أصلا تمام اول ما التعبان يحط الانياب بتاعته على جسم الانسان بيحصل للمسل فالسم بيطلع وينزل خلال الناب تمام اهو كده ده الناب بتاعه تويلز داي اما الالابي ده الناب بتاعه صغير تمام تمام ندخل بقى على الكمبزيشن بتاعت الفينوم انا قلت عندنا انزيماتك ونان انزيماتك طب الانزيماتك ده بيعمل ايه تيشو دامج بيعمل تيشو دامج الاسكنة عندنا بيتكاوم من بروتين من الفيسفوليبد من اه من اه اللي هو السيلور الممبرين يعني ده كله طب علشان السم يقدر يدخل الديسم لازم ان يكون عنده انزيم انزيمات بيكسر الحاجات دي اللي هي اه البروتيوليتك زي التربسين اللي هو بيكسر البروتينات اه الهاليرو اه الهيالورون ديس اللي هو بيكسر اللي هو بيكسر الفيسفوليبيد اللي موجود في السيلور الممبرين تمام يبقى ده الانزيماتك اهم حاجة ان هو بيعمل تيشو دامج عشان يدخل جوه تمام تيشو دامج تمام ده ده من بره طب النان انزيماتك احنا قلنا هيبقى عنده تلاتة هماتو توكسك ونيورو توكسك وكارديو توكسك تمام الهماتو توكسك هيروح عامل ايه سيفير هامرج هيجي بقى كل هيكسر في الاربسيز والويت بيسيز والبليتليت وهيامل شوك والحاجة دي تمام يبقى ده اول حاجة هماتو توكسك بيأثر على الدم تب ان يورو توكسك ان هو بيأثر على على الترانسميشن الترانسميشن from nervous cell to muscle تمام ان هو ما بيعمل باراليسيز يعني ما بيوصلش الاشعارات العصبية تمام بيعمل باراليسيز نيورو توكسك واهم حاجة في معلوماتي نيورو توكسك ان هو نوت كروس البلوت بريم 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 تمام نوت كروس البلوت بريم بريم تمام تمام علشان هنستخدمها فيما بعد وعنده كارديو توكسك تمام يبقى الهيماتو توكسك بيأثر على بيعمل بريم 650 و نحن كده قلنا المكونات ناخد بقى ايه؟ المنفستيشن او الكلينيكا الج Xiaomi طب احنا قلنا احنا هناخدها من من ال آمن الان انا قلنا اول حاجة هنعمل ايه ا اه هامروج اول حاجة هنعمل همروج طيب الهيمروج دي بتدخل في ايه؟ بتدخل في شك تمام؟ بتدخل في شك طيب بعد ما بتدخل في بتعمل تمام 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 يعمل ايه بيعمل صح طب التاكي كوردية اه بتعمل ايه بيبقى عندها ويك ورابط بلس ورابط بلس تمام تمام اوكي انت كده تمام طب النيورو توكسك اكتر حاجة اكتر حاجة اكتر حاجة بيروح يأثر على الكرانيال كرانيال نيرف تمام فبيعمل بقى اسفاجيا واسفاجيا وتوزيز تمام توزيز في العين تمام آآ بيعمل ايه تاني آآ مكان الجرح آآ مكان الجرح اول حاجة ان هو بيبقى بيبقى عنده بين طبعا وبيبقى عنده تمام آآ آآ غير كده بيبقى بيعمل نوزيا آآ اه تمام ضيارهية آآ بعد الشخص الشخص هو متسمم بيبقى واعي اول حاجة احنا قلنا ايه ما بيدخل ما بيدخلش البلات برين باريار تمام بدخلش البلد برين باريا. طب فالشخص بيبقى ويرنس. بس بعد كده شوية بتلاقيه بقى ايه اه مش فايق ودخل في كومة والحاجات دي بسبب السيفير منافستيشن والبين. مش بسبب ان هو عدل البلد برين باريا لا ده بسبب السيفير بين دخل في كومة. تمام? اه تمام. اه يبقى تاني. ان نسكمهم تاني. هي دكتورة ما ما كانتش كتباهم كده. هي هي قالتهم زي ما انا قلتهم لكم. اول حاجة. اه احنا قلنا سيستاميتك هيبقى عندها فيفر وسفير بين. اول حاجة الووند. تمام? بيبقى عندها ايه? الفانج ماركز اللي هو علامات الانياب. بيبقى عندها بين. اه بيبقى عندها سويلنج. طبعا الحرق بيه اه الووند بيبقى زي بيرنينج سنسيشن كده اللي هو بيه بيحرق. تمام? تمام. اه 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 استخدر عزيم. اه اه ، بيامل تزفاشي و ديسяжيرة و توزس و الحاجات دي. وتمكن يدخل علي ان ا Näilton المخجأة يعمل لها اه اه رسبارات رفالة فين رسبارات رفالية. تمام? بيعمل اه كثبا بيعمل رابد هيرتريت بيعمل سيفير شوك بيعمل نوزي وضييرهية بيعمل سويدنج والبليدنج سبوتس نسكيمها تاني مكان الجرح هيبقى فيه بين وسويلنج مكان الجرح هيبقى بين وسويلنج مكان الجزء هيروح يعمل هماته هيدخل الشخص في شوك هيدخل الشخص في هايبوتينشن هيدخل الشخص في تاكي كارديا هيبقى عنده ويك ورابد بلس هيروح يأثر على الكرانيال نيرف هيعمل ديسفاجيا وديسارثيريا وتوزيس الشخص بيكون واعي بس بعد كده بيدخل في كومة بسبب السيفير بين على الكارديوتوكسيك بقى بيعمل ممكن يعمل هيرت فاليور تمام هيرت فاليور تمام هيدخل ده كده المنفستيشن عامة لكل الفينوم تمام ناخد بقى للفايبيردا نفسها احنا قلنا الفايبيردا نوع مهم هيقولك ايه بيبقى عنده سويلنج طب ما احنا عارفين النوع بيبقى عنده سويلنج ممكن يبقى ماسف يعني السويلنج في الفايبيردا بيبقى واضح قوي تمام يبقى السويلنج في الفايبيردا بيبقى واضح جدا تمام والسيستميك منفستيشن بتبدأ خلال 30 دقيقة تمام؟ يعني هو الشخص تتعد ايه ايه اتلدى او تتعد دلوقتي بعد 30 دقيقة تلاقي هايبوتينشا ببقى والشوك والهيمروج وكل حاجة تمام؟ تمام طب الهيمروج اكتر حاجة منفستيشن ليها علشان قلنا انه هو فاسكولو توكسيك تمام؟ يبقى الفايبيردا اكتر حاجة بيبقى عندها سويلنج وهيمروج عشان هو فاسكولو توكسيك فاسكولو توكسيك رب下一اااااا سيمنل ايه براريسيس الوناس تمام وممكن تأثر شوية على الكارديو بس مش زي مش زي النيورولوجيكال يعني تمام تمام او هنا بقى بيقولك ازاي اعرف عضلة التعبان السام مش من التعبان السام ان هو بيبقى عنده الانياب التعبان السام بيبقى عنده انياب كده بيبقى نقطتين كده تمام طب اللي مش سام لا بيبقى عنده اسنان كلها مستوية مع بعض كده زي اسنانة يعني تمام طب اعمل دياغنوزز زي الهيستوري طبعا الابوراتوري الابوراتوري انفستيكيشن احنا قلنا ايه عندنا هيبقى عندنا هامرج فاول حاجة لازم اعمل سي بي سي سي بي سي هشوف البليتليت وهي يظهر عندنا سرومبوسايتوبينيا وليكوسايتوزز تمام اه العمال الشخص عمال يعمل فوموتينج وديروهية فطبعا هشوف الالكترولايت عمل يوريا لشان هشوف الالكترولايت هيبقى عندي هيباركاليميا تمام اه الدكتورة قالت ان هو كتر التكسير في الدم في البليتليت والاربسيز والحاجات ديات ممكن يعمل لنا رينا الفيليور فا راح اشوف الالكترولايت هلاقي هماتو يوريا في الدم اه في اليورين تمام هعمل حاجة اسمها هيسستست هي مكنتش كتبه الكلام ده بس شرحته كده بسرعة قالت ان هو ايه اه 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 بجيب جهاز اضغطه واربطه ومبين السستول والديستول هقضل هاسمع خمس اصوات خمس اصوات تمام خمس اصوات كده الشخص ايه نورمل اكتر من خمس اصوات يبقى خمس مرات يعني كده الشخص اه دخل في سيستمك اه منيفستيشن تمام تمام يبقى هعمل له ايه سي بي سي ايه علشان الدم هعمل له يوريا علشان هعمل له يورين وامله الهيست است Niyeسست 돼요 تمام 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 كده خلاص خلاصنا المنيفستيشن ندخل بقى هعمل له تريتمنت ازاي اول حاجة الدول وقت قاعد في الآرياف و nénca عارفين انا دكتور واحد منهم اتعاضه اول حاجة هيروحوا ولو انت ههي دكتور الحانة الحانة ده اتعاض اول حاجة لازم ان تكون هادي مش تروح تخضوهم بقى كمان يا لحني ده تعبان سام ده ممكن يموت لا ما تتوترش انت ما تبينش انك متوتر عشان ما توترش الشخص اللي قدامك الدكتورة كانت بتقول ان الاشخاص ممكن تموت من كتر الخوف مش من سمية السم خالص انها من كتر الخوف بتروح معيتها تمام اول حاجة انه بتبقى قلم تمام تاني حاجة انك بتسيب الجرح ينزف لمدة نص دقيقة قصدي اللي هو من خمسوشة لتراتين سانية بعد كده تروح اغسله بالمية والسابون تمام بعد كده اخلي الجزء اللي فيه البيت ده يعني اقل من الهيرت ليفل تمام تمام بعد كده ايه اشوف له الفيتال ساين لو انا بعرف يعني تمام تمام بعد كده قال لك قال لك قال لك تعمل فاسلوك وتتفلسف بقى وتقول له تحالا وريني التعبان ده وريني معشان احدد نوع السم اللي انت تصبت بيه وكده يا حبيبي يا حبيبي اول حاجة انك مش هتعرف تشوف التعبان ولو شفته هتتلضغ انت كمان هتتعض انت كمان الدكتورة كان بتقول ان التعبان بيفضل يبخوا السم بتاعه بعد ساعة من موته كمان يعني لو ميت هتتلضغ تب لو مش ميت هتتعض برضو فهم ما تعملش فاسلوك تمام ما تقول لهوش تعالا وريني السناك تمام ووضيه يبقى للمستشفى اسرع ما يمكن تمام يبقى اول حاجة ان انا اقعد هادي اسيب الجرح ينزف لمدة نص دقية امسحه اغسله بالماء والصابون نخلي الافكتة اريا تحت الهيرت ليفل تمام ما اعملش فايلسوف بقى ورا حقول له تعالا وريني التعبان تمام ده كده خلاص ده البري هسبيتال ندخل بقى على الهسبيتال على الهسبيتال قصدي على الهسبيتال تمام الدكتورة قالت هدي تلاتة انتي تمام سواء في التعبان او في العقارب يعني هدي تلاتة انتي اول حاجة ان ان مكان العضة ده فيه وند تمام والوند ده مكشوف للهوا كده فممكن يكون عرضة للبكتيريا فانا هدي له انتي بايوتك تمام ده الجرح ده اصلا اكتر سورسي للتيتنس فا هدي له انتي تيتنس تمام واكتر حاجة الموارس بسيفك اللي هو هدي له انتي فينم تمام يبقى ادي له تلاتة انتي لو معاه شوية اعراض سيستماتيك ممكن هدي له ايه دايزبام علشان الانكزايتي اه ادي له اي في لود علشان الاكترولايت والهايبوتينشن اه ادي له اعالج له والكاردياك والحاجات ديت تمام دكتورة ما ما قرأتهاش اعتقد اصلا هناخد الانتي فينم بقى فاكرين في ايام الام مدين الكميونيتي اه ربنا يرحموا يعني اه كنا واخدين الفاكسينيشن والتوكسويد او انتي فينم زيو بروح جايبة ايه بروح جايبة سم من تعبان معايا او كزا تعبان يعني ممكن يكون اه مونوفيلانت او بوليفيلانت واروح زرعها في اه في خروف او حصان تمام البلازمة والانتي باطل اللي طلعت هاخدها وازرعها في ايه واوديها بقى للشخص المصاب تمام تمام طب ده ده يعرفني ايه يعرفني ايه يعرفني اول حاجة احنا كنا بنقول لها حاجات اللي جايبه اه فانا لازم اعمل ايه بعد ما اندي للانتي فينا تمام ده حاجة مهمة اه ايه ايه تاني قال ان انا ان الاطفال بتاخد جرعة اكتر من الكبار لماذا الاطفال بتاخد جرعة اكبر اكتر من الكبار اول حاجة لان احنا اول حاجة المناعة بتاعتنا كويسة تمام? Euchad ioi التاني الحاجة البلق بتاع الماصر كبير وعندنا بروتينات تقدر تواجه السم او تعمل دفينس يعني قدام السم شوية اما الاطفال دا يعاني منعتهم لسا ما تكونيتش اصلا ومعندهمش حاجات دفع بيها فالتأثير السم عليهم هيبقى اكتر تمام فلازم ان ادي له جرع اكبر تمام تمام اه طب الانتي فينم ده ادي لأي حد لا مادهوش لأي حد اديه للأعراض للشخص الذي ظهرت عليه تمام اديه للشخص الذي ظهرت عليه مش اي حد يعني ممكن اصلا يكون السم التعباني للتلال لغة الشخص ده اصلا مش سام فهتدي له الانتي فينم ليه ممكن يدخل لي فأنافلكتك شك يبقى السم يبقى التعبان مكانش سام وهو انا اللي موته تمام تمام ادي له خلال اول اربع ساعات يعني بعد ما اعمل له السي بي سي وكده واشوف اه حصل ايه يفضل ان ادي له بعد اربع ساعات يعني تمام يبقى تاني عندنا الانتي فينم ده اول حاجة ده اميونو بليبلن من خلال السيروم والبلازما بتاع الشيب او الهورس بعد كده ادي له المنيزشة للشخص الشخص اللي تصوب يعني تمام طب اهدي الانتي فينم لأ اي حد لا اهدي له الشخص بس اللي عنديهه تمام اه تمام اديه خلال اربع ساعات اهم حاجة ان هو اربع ساعات تمام تمام اه ايه تاني او الاكشن الاكشن بتاع الانتي فينم الانتي فينم بيعمل نيوتراليز للفينم يعني ايه بيعادل سمية السم ما بيخلهوش سام تمام تمام تاب بيرجع تاب بيرجع اللي حصل لا ما بيعملش ريفيرس افكت خالص ما بيعملش ريفيرس افكت اه اه اعرف ازاي ان الفينم ده خلاص اشتغل اول حاجة لازمة البليدنج ويف خلال نص ساعة تمام اه 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 يرجع نورمليزيشن بتاع الكواجيليشن اه الاكتر راجعت والدم دم رجع زي مكان يعني ما فيش بليدن كتير يعني خلال ست ساعات هتبدأ تختفي بقى خلال من 30 ل 48 ساعة تمام ده بتاع الانتي فينم يبقى عرف الانتي فينم اشتغل ازاي اول حاجة البلود بريجر رجع زي ما هو والبليدن توقف وحصل نورمليزيشن للكواجيوليشن ونيرولوجيكال ساينز بدأت تختفي تمام طب هاخده ايه هاخده اربعة لستة فييلز على 250 نورمال تمام من اربعة لستة فييلز على 250 تمام خلال ساعة تمام خلال ساعة لو لو الحاجات دي ما حصلتش يعني لو مدناش افكت هتديله تاني من اربعة لستة فييلز على 250 نورمال ساينز ونعرف ان التشيلدرن مور ركوارز دوز لارجر افن زين دوز اف اطلت يعني التشيلدرن بتاخد دوز اكبر من الكبار التشيلدرن بتاخد دوز اكبر من الكبار طب احنا قلنا ان الانتي فينوم دا مغدينه من الحيوانات وكده فهبتعمل الاليرجيك ري اكشن الاليرجيك ري اكشن واكتر مشكلة حاجة في الاليرجيك ري اكشن اللي هو انا في الاكتك شوك انا في الاكتك شوك تمام وقلنا ايه هنجدله انتبيوتوك وانتي تيتونوس تمام اللي هو الناس الفلاحين بيقولوا ايه بربطو علشان السم ما ينتشرش او يمشي خلال الدم يا حبيبي انت كده هتعمله جاز جانجرين وهنقطع له ايدو يعني بدل ما هنعالجه من السم هنقطع له ايدو خالص تمام تمام بكده ده تصرفه خلط او اللي يحط له ايس يقولك ايه ده بيخفف البين لا اما بيخففش البين اللي هو الاكتكشن بتاع الفينا فاكرين في مسلسل ايه مين احمد عز ومونة زكي لما كانوا في الوحات ولدغها هتعبان قاعد يمس السم يعمل ساكشن للسم انت كده انت كده اللي هتتضر انت وهي انتو الاتنين مش هتلاقوا حد يلحقكو تمام يبقى ما ينفعش ان نعمل ساكشن للفينا او ان انا ايه عزران او ان انا عامل ساكشن للبيت قاعد اجرحه بيقول ايه نعد نجرحه حوالين الواند علشان الدم يخرج بالسم يا حبيبي انت كده بتعمله اصلا ما يكان للبكتيريا والتيتنوس والسم هينتشر تمام يبقى اكتر حاجة اكتر الدكتورة اكدت على الجزئية دي نحنا ما ننبوتش تورنكيم ان احنا ما نعملش ساكشن ما نحط لهش ايس ما نعملش انسيس للواند والحاجات دي تمام تمام كده خلصنا التعابين ناخدها بسريع كده احنا قلنا ايه عندنا الفايبريدا والالابيدا الفايبريدا دي بتبقى عندها السم بتاع اسمها كورتال لاين بتبقى بسكولورتوكسيك بيبقى عندها سولنج اكتر حاجة تمام وطبعا هيبقى عندها ايه همرج اكتر حاجة تمام الالابيدا الالابيدا بتبقى نيوروتوكسيك مبقى عندها سولنج فاكتر حاجة انها بشوفها ايه مسل فيليور تمام تمام عندنا الفينم بتكون من جزئين انزيماتك ونان انزيماتك الانزيماتك علشان يقدر يعمل تيشو داميج وعندها كذا البريتيوليتك والفسولايبيز وال والهيلونيديز تمام ان الانتوكسيك هيعمل هيماتك توكسيك فهيعمل لنا همريج زي الالابيدا عندنا نيوروتوكسيك زي الالابيدا نوت كروس البلد بريم باريا تمام والكارديوكسيك ايه الاعراض اللي بتزهر؟ اول حاجة احنا عندنا همريج فهيعمل لنا همريج هيعمل لنا همريج وشوك وهيبوتنشان وتكيكارديا ورابد ويك بلز نيوروتوكسيك هيعمل لنا همريج هيأثر على الكرانيال نيرف فهيعمل لنا تسفاجيا وتسارسيريا والتوزز تمام الشخص بيكون واعي بيبقى اويرنس لان الفينو ما بيعديش البلد بريم 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 بس هو ممكن يدخل في كومة او ما بقاش اويرنس بسبب السفير بين تمام تمام وطبعا عندنا مكان العضة او الووند بيبقى عندنا في سفير بين تمام والفنجماركس طبعا تمام تمام بيبقى عندها بتظاهر بعد 30 دいた وهو هامريج تمام اعطا حسكر على الكرديو كريم هناخد هستري هنعمل سي بي سي عشان نشوف البلد هنعمل يوري عشان نشوف الالكترولايت هنعمل يوري عشان نشوف الرينا الفيليل ونعمل هستست طب التريتمنت هعالجه ازاي اول حاجة ان انا بقى هادية ان انا سيب الجرح ينزف لمدة من 15 ل 30 دقيقة ان انا اخسل الجرح بمية وصابون وهنشوف له الفيتال الساين ومعملش فاليوسوف وراح اقول له تعالى وريني السنيك دقي هاديله انتي فينم انتي تيتنس انتي بايوتك الانتي فينم ده بناخده من الهورس لازم نقدي للشخص اللي ظهر عنده الاعراض بس الشخص اللي ظهر عنده الاعراض بس خلال اربع ساعات الاكشان بتاع الفينام ده بيعمل نيوتراليز للفينام بس نيوتراليز للفينام تمام بيعملش ريفيرس للإفكت تمام اعرف ان هو يشتغل ازاي لما البلد بريجر يرجع زي ما هو البليدنج يقف والنورماليزيشن بتاع الكواجيليشن والنورليجيكال ساين ريفولسنج تمام ريسولفنج تمام هاخد من اربع ستة بايل على مئتين وخمسين نورمال سالين خلال ساعة لو ما عملش افكتها هروح باخدار تاني اربع ستة بايل تمام بتاخد دوز اكبر من الضلط قد فيرس افكت احنا قلنا ان هو بيعمل ايه؟ الليرجيك راكشن من اهمها الانافلاكتك شوك تمام الاخطار اللي انا بقع فيها ان انا اربط له التوركونيه وان انا اعمل له ساكشن وان انا احط له ايس او ان انا اعمل له انسس زبايت وند تمام 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 ان الجلاند بتاعت العقارب تبقى في التل بتاعها يعين التعبيان بالانياب اما هي تبقى في التل بتبقى هاتة مش角لها, لا تаботير ي progressive الممكوس و voiشطلها لا تيرد انزر الجلن البوزين سanno مُنع ايه يبقى في التعبين كانت بتعمل باراليسز لا في الاسكروبيان بتعمل اللي هو بتعمل استيميوليشن بس. احنا عارفين طبعا ان ان هو بيحصل بس مهمتها الاولى ان هي بتعمل استيميوليشن. فبتروح مأثرة على نيرونال اه سينابس والنييرو ماسكولر. الاتنين. تمام? فبتعمل اي بقى؟ بتروح مخراجة السوديوم بكميات كبيرة. بتعمل سوديوم بيتزودها بقى تمام? فبيروح النيورو ترانسيمتر كل حط اعمالها تخرج اعمالها تخرج. وخصوصا الاستايل كولين. تمام? يبقى ثاني. عندنا الاسكروبيان استينج ده نيورو توكسك. تمام? نيورو توكسك. فبتأثر على نيرونال اثناء اه سيناب ونيورو ماسكولر. تمام? فبتزود اه البرميابلية بتاعت السوديوم. وخصوصا اي بقى في بيزود النيورو ترانسيمتر اه ريليز. وخصوصا الاستايل كولين. تمام? اول حاجة احنا مكان الاستينج. مكان اللطغة هيبقى في بين. طبعا. وهنشوف السايت اوف بين كيتشر. هي دكتورها كانت قالت ان هو اي مابنشوفش مكان اللطغة قوي. لانها بتبقى صغيرة تمام? بس بيبقى عندها سويلنج يعني. تمام? تمام. بيبقى عندها بين وسويلنج برضو. تمام? تمام. السيستيميج بقى احنا قلنا اي بتاعت من كده. طبعا النزيج والفومنتينج والزاليفاشن. هو عمالي يعمل اه استيميليشن لكل حاجة. تمام? اه بيبقى عنده ديفيقلتي سويلونج والسلارد سبيتش بالبررة يعني. اه تاكيكوريا وتاكيبنيا. اه التعبين كان بتعمل هيبوتينشن لا السكروبيا بتعمل هيبوتينشن. هيبوتينشن تمام? بيقى السكروبيا بتعمل هيبوتينشن اما التعبين بتعمل هيبوتينشن تمام? رسباراتري ديبريشن بقى بعد فترة. تمام? يبقى تاني بيبقى عنده اجيتيشن اللي هو اه الانة وهيجان كده. رستالنس عنده زي افومنتينج طبعا. اه ديفيقلتي سويلينج. تمام? عشان بيأثر على البالبر يعني. اه تمام? تمام. طب هعمله اه 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 اول حاجة قال لك ان هو نو دياجنوستيك تست. نو دياجنوستيك تست. علشان اعرف ان هو دي اسكروبيا اه بايتستاين. تمام? تمام? فلازم ان الشخص يروح للهوزبيتال من 24 ساعة ل 48 ساعة. تمام? اه قبل ما يروح بقى طبعا لازم اه اعمله كلين للوند. اه وحط له ايس. ليه? ايه فايدة الايس بقى في الاسكروبيا ان هو بيقلل البينة والبين. تمام? يبقى منستخدمش الايس في التعبين بس منستخدمه في الاسكروبيا تمام? هشوف له طبعا الفايتال ساين زي ما احنا متعودين. اه هتدي له اه كاجيولو كونيت اي في علشان العشان العشان البيين والكرامبس تمام? هتدي له بنزودايسبين. اه انتي فينا مش مش متوفر في كل حتة بس اه في بعض الدول عندها انتي فينا. احنا قلنا هندي له انتي تيتنس وانتي بيوتك برضو. تمام? يبقى تاني اول حاجة ان انا هتدي له ايه? ان اه ان انا لازم انا ودي له مستشفى بسرعة. ان انا هتدي له اه احط له ايس علشان يقلل البين والابزوربشان. اه هشوف له الفايتال ساين بتاعته هتدي له كاجيولينت اي في علشان يقلل البين والكرامبس. تمام? اه هدي له بنزودايسبين. تمام? واشوف له بقى انتي فينوم ولا تيتنس. تمام? طب ايه ايه اخطواء اللي بنقع فيها? زي زي التعبين? اللي بقى الينسيشنس والساكشن بقى والتورنيكي والحاجات دي. في ناس بتحط الكحول. ده كده هتعملي مسك للسيمتومز ومعرفش ان دي اسكروبيان ان هي دي لدغت عقرب يعني وانو مش عارف عالجه كويس. فمستخدمش الكحول. تمام? ان انا ادي له اتروبيين علشان السلايفيشن اللي عنده تقل. لأ ما تدوهش اتروبيين دلوقتي. ان انا ادي له بيتا بلوكر. زي البربوتيوريت والابيت والحاجات دي ممكن تزودلي الكمولجن اصلا واتدخمني في رسبيراتوري دسترس. تمام? يبقى تاني. عندنا اول حاجة ان احنا قلنا هي نيورو توكسك. نيورو استينج. تمام? ان هي نيورو توكسك. تمام? فبتعمل اي? بتعمل اه بين وسبير اه بين قصدي وسويلنج عن مكان الاستينج. تمام? طب ازاستيمك بتعمل اجيتيشن بقى ونوزيا وفوموتينج وسلايفيشن. بتعمل تاكيكارديا وتاكيبنية بتعمل هايبرتنشن. 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 اه ما عندناش دياجنوستك تست للسكروبيان استينج. اه بس ان انا لازم انا ودي للمستشفى بسرعة. اه هتدي له ايس. هحط له ايس علشان البين والابزوربشان يقل. اعمل له البيتال ساين. هتدي له كاجيوليك. تمام? علشان الكرامبس والبين. اه هتدي له بنزو دايسبين. اه واشوف له الانتي فينوم والتوتنوس تمام? ما عملش الاخطاء اللي هي ان انا عمل له انسيشنس وساكشن والتركنية والحاجات دي هتمادو ما ما حطش الكحول ما حطش اه اه اتروبين ما تدوش بربتيوريت ولا الابيت ولا الحاجات دي. تمام? لان هي ممكن تيزود اه 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 تمام? تمام. اه جزئية الانسيكت دي بقى الدكتورة ما شرحتهاش. وهينا نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا. اتمنى تكون استفدتوا وقدرت اوصل لكم المعلومة. اه طبعا ما تنسوش الفيدباك. بتنسوش الفيدباك علشان انتو بتعدوه. اه اه سواء سلبيات او الجابيات. ايجابيات. ولو عندوك اي سؤال في المحاضرة اه ابعتوا ان شاء الله هنجاوبكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.